ترجمة نانسي قنقر تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة المعسكر الصيفي 2023 بالتعاون مع صندوق العمل تمكين من خلال قائمة متنوعة من البرامج والأنشطة بهدف تعزيز الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء للوطن الحقيقة أنه ثمة منظومة وطنية منبثقة من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تعتني هذه المنظومة بالأجيال ومن المعلوم أن فئة الشباب تعد أحد أهم مكونات أي جيل كما أنه مما لا شك فيه أن قوة أي بناء ومتنته تكمن في أساسات ذلك البناء لذا فإن مرحلة الناشئة والطفولة تعد من أهم مراحل بناء الشباب يشكل المعسكر الصيفي الذي ترعاه الأكاديمية الملكية للشرطة تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المواقر حفظوا الله إحدى ركائز بناء شباب المستقبل لذا فإننا في المعسكر الصيفي نتبنى حزمة من الأهداف التي نسعى من خلالها إلى بث روح المسؤولية والانضباط وترسيخ قيم المواطنة والانتماء للنسيج الوطني والولاء لقيادتنا الحكيمة وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على تربية الناشئة على قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وتزويدها بالمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات بفعالية جاء هذا المعسكر في نسخته الرابعة عشر والذي أصبح يشكل أحدى علامات الاهتمام الوطني بقطاع الشباب الواعد لتنمية القدرات الذهنية والبتنية والنفسية لهم فأعداد شباب المستقبل مسؤولية مجتمعية في الأساس تتكامل فيها جهود الأسرة والمجتمع هذا ويمثل المعسكر الصيفي أحدى الآليات التنفيذية لتأكيد الهوية البحرينية وحمايتها وترسيخ قيم المجتمع البحريني وهو ما يتم تفعيلا لمبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة اشتركوا في القناة